السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة ايها الاحباب الكرام حديثنا اليوم عن قواعد الحلال والحرام في الشريعة الاسلامية ربنا عز وجل يقول في كتابه العزيز وان هذا سراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون يبين الله عز وجل من خلال هذه الاية المباركة ان هناك سبيل الله واحد وحوله سبل مختلفات متعددات كل يدعي بانه على صواب وصراط الله تعالى الواحد هو المفضي الى الجنة المفضي الى النعيم الخالد ولكي نصل وإياكم الى هذا الطريق نحن نردده كل يوم نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط واحد مستقيم مؤدي الى الجنة وعوامل المساعدة لهذا الطريق هي معرفة الحلال والحرام فالدين الاسلامي هو عقيدة وشريعة ولكي نعبد الله عز وجل عبادة صادقة لا بد ان نتعرف عن شريعته وخصوصا عن مباحتي الحلال والحرام فاننا بالكون نعرف الله وبالشرع نعبده الكون من خلاله نتعرف بان هذا الوجود له خالق هذا الابداع هذا الانسجام هذه العظم في الكون تدل على انه واحد جل جلاله فبالكون نتعرف عن الله وبالشرع نتعبده ونحن في امس الحاجة لمعرفة احكام الشريعة وخصوصا جوهر الشريعة هو بيان الحلال والحرام لماذا؟ لان الانسان اذا وقع في الحرام لا قدر الله فان ذلك يكون حجابا بينه وبين ربه نحن في حياتنا المعاصرة نشتكي كثيرا من المتاعب نشتكي من الشدائد من الويلات الكل يبكي والكل ينضب حظه التعيس ويبحث عن الاسباب والمسببات ويبحث عن كيف يخرج من هذه الدائرة الضيقة ويستفتي الخبراء واصحاب العلم في مجال النفس والاجتماع ولكن المشكلة بسيط جدا حينما نقع في الحرام ربنا يضع بيننا وبينه حجاب ومن تم يمسك عننا الامداد نحن في حاجة الى الامداد الالهي اذا جاءك الامداد الالهي ستكون في غنية تامة عن كل مساعدة من اي مخلوق لكن لو وقعت في الحرام فان حجابا يقع بينك وبين خالقك ومن تم يمنعك من الامداد لهذا نريد ايها الاحباب الكرام ان نقيم سلسلة من الدروس نتبين فيها احكام الشريعة ونبدأ اولا بقواعد الحلال والحرم وندكرها باختصار شديد وبشكل بسيط حتى يتسنى للجميع ان يفهمها ويستوعبها خصوصا الامهات والاباء وخادمات البيوت والناس في البوادي والقرى نخاطب الجميع فضلا عن اصحاب العقول واصحاب الافهام والادراك الواسع اول قضية من قضايا قواعد الحلال والحرام ان نؤمن بان التحليل والتحريم هو من عند الله وحده لا شريك له فهذه قاعدة من قواعد حقوق الانسان ربنا اخبرنا بان الذي يحكم هو الله جل جلاله ولم يعطي هذا الحكم لأي جهة لأي انسان لأي تنظيم وان لا سوف يقع هناك ديكتاتورية وشطط في استعمال السلطة ربنا اللطيف بالعباده قرر هذا المبدأ ان التحليل والتحريم هو من حق الله وحده لا شريك له وقد قال في كتابه العزيز ان الحكم الا لله امر ان لا تعبد الا اياه ان الحكم الا لله هذا ما يسميها العلماء بالحاكمية هناك الربوبية هناك الالوهية وهناك الحاكمية فالاحكام كلها ينبغي ان تصدر عن الله عز وجل وليس لاي انسان مهما عظم شأنه ولا اي جهة مهما كبر مقامها ان تشرع للناس وان لا ستكون قد غيرت وبدلت في مجال احكام الدين اقصد فربنا قال ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فالدين هو حق الله طبعا والدنيا حق الناس وربنا يعطي مبادئ عامة للدنيا كما سوف نرى حتى النبي صلى الله عليه وسلم هو الاخر انما يقوم بان يتبع ما امر به الله عز وجل لا يشرع من تلقاء نفسه وهو كان يقول صلى الله عليه وسلم ان اتبع الا ما يحى الي ان اتبع الا ما يحى الي حتى اذا كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خير خلق الله ويقول هذا الكلام هل يمكن ان نجيز لغيره من البشر ان يشرع او ان يسن احكاما جديدة ابدا فكل من تجرأ وشرع احكام جديدة يكون قد كذب على الله لهذا ربنا يقول ولا تقولوا لما تصف الاسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب اعظم الفرية واعظم كذب واخترها ان تكذب على الله عز وجل هذا هو المبدأ الاول يعني ان التحريم والتحليل خاص بالله وحده لا شريك له المبدأ التاني من قواعد الحلال والحرام ان ربنا عز وجل من رحمته الواسعة جعل كل قواعد التحليل والتحريم مبنية على المصالح ودرء المفاسد هذه رحمة الله جل جلاله جعل احكام شريعته كلها مبنية على مبدأ جلب المصالح ودرء المفاسد فالشريعة كلها جاءت تدعو الى العدالة الاجتماعية الى تكافؤ الفرص جاءت تدعو الى العدل بين الناس جاءت لدفع القسوة ودفع الظلم والعدوان فهذه الشريعة وكل شيء خالف هذه المبادئ ليس من الشريعة يعني الشريعة نفهمها بالفطرة وبالحدث والادراك اذا كان هناك حكم فيه مصالح يصنح للبشر فيه عدال اجتماعية فيه كرامة فيه تضامن فيه محبة فيه تعاون فيه تعايش هذه المبادئ العامة للشريعة نقول هي من الشريعة اذا كان يصادم اي حكم يصادم هذه المبادئ العامة نقول ليس من الشريعة وان ادخل فيها بالتأويل كما كان يقول الامام ابن تيمية رحمه الله كان متخصص في مقاصد الشريعة الاسلامية ومن تم ربنا سبحانه وتعالى امرنا بان كل 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 ما يأتي من عندنا لابد ان نتقابله لانه مبني على الحلال والحرام وعلى مبني على المقاصد وعلى المصالح ودرء المفاسد حتى بعتت النبي صلى الله عليه وسلم لما بعته قال عن بعتة او مقاصد بعتة النبي الكريم قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائت ويضع عنهم اسرهم والاغلى التي كانت عليهم سيدنا محمد لما بعته الله تعالى البشرية كانت عندها تشريعات سنها الله تعالى ليس للمصلحة وانما للعقوبة نعلم جميعا مثلا ان طوائف من النصارى ومن اليهود الذين غيروا وبدلوا شرع الله لهم احكام جديدة قوية لم تكن هذه الاحكام مبنية على جلب المصالح ودفع المفاسد وانما كانت عبارة عن عقوبات زجرية مثلا بني اسرائيل في يوم السبت طائفة من اليهود كانوا يوم السبت حرم الله عليهم الصيد فكانوا يحتالون ومن ثم ربنا فرض عليهم عقوبة وغيرهم من الامم السابقة فلما جاء الاسلام وكأنه جاء مصالحة عهد جديد فكل احكام الشريعة ما في عقوبة زجرية وانما فيها الطيب هو الحلال والخبيت هو الحرام هذه القاعدة ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائت ويضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم قد يعترض معترض يقول اذا كان ربنا قد امرنا بالحلال وامرنا بالطيبات فلماذا اذا خلق الحرام لماذا خلق الخبائت لماذا اذا كان ربنا عز وجل مثلا حرم علينا لحم الخنزير وحرم علينا شرب الخمر لماذا خلق الخنزير اصلا لماذا جعل الخمر يصنع اصلا نقول في ذلك حكمة بالغة فالله تعالى اولا لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون هذا سوء ادب مع الله ربنا عز وجل يفعل ما يشاء ويحكم في خلقه ما يريد هذا مبدأ ديني اصيل ولكن مع ذلك من باب التواضع مع المجادلين والمخالفين في الرأي نقول بان الله سبحانه وتعالى خلق الخبائت والاشرار لماذا لان الدار دار ابتلاء نحن في الدنيا خلقنا للابتلاء وللعمل وهو القائل عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا ليبلوكم اي ليختبركم اي ليمتحنكم وطبعا الامتحان فيه محنة فيه ضيق فيه شدة ومن ثم يترتب الجزاء والعقاب والتواب ولولا المحرمات لألغي التكليف فالملائكة ربنا ما اعطاها تكليف لهذا ما عندها محرمات الملائكة تعيشوا في عالم الطيبات نحن البشر ربنا وضع لنا المحرمات والخبائت من باب الاختبار والامتحان انظر مثلا الى ابينا ادم عليه السلام ربنا لما خلقه جعله في الجنة ينعم ويرتع ولكن اعطاه اختبار حرم عليه شيء واحد قال له عز وجل وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين كل شيء مباح عند ادم الا هذه الشجرة اياك هناك الاف الهكتارات من الفواكه والقروم والزروع والتمار كله حلال الا هذه الشجرة وابنا ادم كما قال الله تعالى لم نجد له عزمة انه بسرعة سقط في هواجس الشيطان وقال يا ادم تلك الشجرة مباركة اتدري ما هي انها شجرة الخلد وملك لا يبلأ وقاسمهما بالله انهم نصحين فاختر ادم ومد يده مع حواء ومن ثم قال ربنا لم نجد له عزمة وكان النتيجة ان قال اهبط منها فهبط من الارض من السماء الى الارض وصرنا نحن بنو ادم في طوري التكليف فربنا عز وجل اذا كان قد حرم علينا في الدنيا ابونا ادم حرم علينا شجرة فقط نحن حرم الله علينا اشياء كثيرة ولكن انظروا اذا كان ربنا قد حرم مثلا لحم الخنزير كم عدد اللحوم المباحة في الانعام دجاج واكباش وابقار وجمال وماعز وسمك لا يعد ولا يحصى فربنا حرم شيئا واحدا ولكن بالمقابل في اللحوم اباحة الكثير جدا وحرم الخنزير لانه من الخبائط فيه مواد كبريتية خطيرة واكله عنده انعكاس نفسي لا يغار على انتهى ويحب العيش في الاوحال وغيرها من الاحكام سناتي اليها ان شاء الله لما ندخل الى عالم اسمه باب التعليل في احكام الفقه الاسلامي وسوف نستمتع وياكم بان نظهر جلال الشريعة الاسلامية وانها صالحة للتطبيق في هذا الزمان بشرط ان نفتح باب الاشتهاد على مصرعيه وان يكون مستنيرا بالعلوم الحديثة وبالقواعد العامة لقيم الانسانية مثلا لما حرم الله كذلك الخمر قد يقول قائل لماذا حرمها شراب محرم لكن بالمقابل بالله عليكم كم من شراب حلال احله الله جل جلاله لا يعد ولا يحصى ثم لما حرمت الربا اباح معامل اقتصادي كثير اباح البيع اباح المشاركة القراض الحسن اباح المناقصة اباح الكثير من الصياغ المصرفية والصياغ المعاملتية فكلما حرم الله شيء محدد اباح مقابله العشرات بل المئات من الاشياء المباحة بل حتى ان الحلال قد يطاله التحريم اذا مثلا ارتبط بالاسراف فربنا قال كنوا واشربوا ولا تسرفوا الاكل والشرب امرنا به الله تعالى هذا فعل امر كنوا واشربوا تمتعوا لي مع رأسكم كنوا واشربوا ربنا خلق لنا ذلك ولكن لا تسرفوا اياكم تسرفوا هذه الآية وحدها علماء التغذية اعتبروا بان قائلها يستحق دكتورة فخرية لو ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يصدر عنه شيء من القرآن والسنة الا هذه الآية كنوا واشربوا ولا تسرفوا قالوا يستحق علينا ان يأخذ دكتورة فخرية لانه يسر سر التوازن الغدائي والصحي نحن قوم لا نأكل حتى نجوع واذا اكلنا لا نشبع المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء يكفي ابن ادم لقيمات يقمن بها صلبة فان كان ولابد فتلت للطعام وتلت للشراب وتلت للنفس ويتوب الله على من تاب ولا يملأ جوف ابن ادم الا التراب كلام جميل قاله النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ارفع يدك عن الطعام وانت تشجهيه هذا في عدم الاسراف فهكذا ربنا شرع الحلال والحرام اذا القاعدة الاولى هي ان التحليل هو والتحريم من عند الله القاعدة التانية كل ما شرعه الله تعالى مرتبط بجلب المصالح ودرء المفاسد القاعدة التالثة هي ان الله تعالى حينما خلقنا من حقه ان يأمرنا وينهانا هو الخالق هو المالك يعني باللغة المعتادة عندنا في حياتنا كنقول هنا هذا كلام نقوله نحن متداولين في الشركات والادارات والمؤسسات فاذا كان الله مالك الملك والخالق والمدبر والغني عن الخلق اجمعين من حقه ان يشرع لكن الله تعالى من رحمته انظروا الى رحمة الله ولطفي بعباده انه جعل الاحكام معلله معلله يعني يعطينا امر وكيبيلنا ما الحكمة من تشريعه اما من تحليله او تحريمه ولم يكن مجبر جل جلاله يقول لك علاش احنا كالقوا غير دي باتهو في شركات او في ادارات او مؤسسات كيقول المستخدم ديالو نفدو سكت اللغت لك هو اللي كين لكن الله الخالق المبدع كيقول لك يشرع ويشرح لنا الحكمة والعلة ما يسمى بالتعليل هذا علم كبير جدا وان شاء الله سنتكلمه في الحلقات المقبلة اذا كان في العمر بقية باذن الله نتكلم عن تعليل الاحكام وسوف ترون العجائب في المطعومات وفي الانكحة والزواج وفي البيع والشراء وفي العلاقات الدولية وفي القانون الدستوري وفي قضايا العبادات والمعاملات والمصارف وغيرها فمثلا في التعليل لما قال ربنا امرنا بالصلاة ماذا قال واقمي الصلاة هذا امر امر ما علته واقمي الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون انظروا الى العلة الصلاة لماذا اقيمها الذي يقيم الصلاة يكون بعيدا عن الفحشاء والمنكر صاحب الصلاة مثل الذي يلبس جلباب ابيض هل الذي يلبس جلباب ابيض هل يستطيع ان ان يلطخه بان يتكئ على حائط متسخ ابدا انه يحترز هكذا صاحب الصلاة الذي يصلي اليوم وغد وبعد غد تتكون عنده ملك يبتعد عن الفحشاء وعن المنكر ويبتعد عن المحرمات ولو كان ضعيفا في ايمانه ولكن بالدربة اليوم وغد وبعد غد سوف ينتهي لما بعض الصحابة جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل صارق قالوا يا رسول الله هدف فلان سرق وفعل وفعل قال هل يصلي قالوا نعم قال اذا اتركوه فان صلاته ستنهاه عن الفحشاء والمنكر ثم مثلا لما امر الله بالزكا لم يأمرن بالزكا وسكت اعطانا التعليل فقال خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلتك سكن لهم والله سميع عليم فربنا سبحانه وتعالى من فضله وكرمه بيّن لنا العل من تشريع الزكا يعني ان فيها تضام فيها تكافل وايضا هي بالنسبة للمعطي فيها تطهير للنفس من الشح وفيها بركة وربنا يصلي عليه والملائكة يصلون عليه وسيدنا النبي يصلي عليه وصل عليهم واذا صل عليك النبي الكريم يا صاحب الزكا فقد فزت فوزا عظيما وهكذا جميع الاحكام الشرعية هي معللة ربنا جعل الحلال والحرم معلل هذا فيه تكريم للإنسان يعني ربنا يحترم هذا الإنسان الذي خلقه وهذا قد لا نجده حتى في البرلمانات الكبرى والحكومات الكبرى قد تصدر الحكومة قرارا وتطلب من الشعب أن ينفد وهو لا يدري لماذا هذه الزيادة لماذا هذا النقصان لماذا التغيير في التوقيت لماذا كذا وكذا نفد وإذا لم تنفد هناك غرامة أما الله سبحانه وتعالى فإنه قد بيّن ووضح وعلّل ثم من رحمة الله الواسعة في شريعة الإسلام فيها وحد الميزة لا توجد في غيرها من شرائع الدنيا من أراد أن يفهم الشريعة الإسلامية فيدخل في المقارنات اقرأ الشريعة اليهودية الشريعة النصرانية الشريعة الهندوسية واقرأ شرائع الأمم حتى القانون الدولي حقوق الإنسان اقرأ مبادئ الأمم متحدة اقرأ كل شيء قارن مع الشريعة الإسلامية والله وبالله وتالله ليس هناك أي مجال المقارنة لأنها شريعة الحكيم سبحانه وتعالى يكفي أن نابوليون رئيس الجمهوري الفرنسي العظمى أيام زمان لما دخل إلى مصر وسمعني الشريعة الإسلامية نقل الفقه المالكي نقله من الأزهر وأعاده بلغة فرنسية وبعت به إلى فرنسا وطبقته أوروبا ومن فيما بعد استفادوا منه وصدروه من شديد إلى العامل الإسلامي أخذوا الجوهر وصدروا لنا الأشياء التي هي شبه بالية فمن قواعد الشريعة الإسلامية في الحلال والحرام أن الأصل في الأشياء الإباحة هذه قاعدة عظيمة لا توجد في أي تنظيم آخر تشعرك بالحرية نحن أحرار والحرية أيها الأحباب الكرام نعمة ليس بعدها نعمة لن يعرف قيمة الحرية إلا من سلبت منه الإسلام أراد العباد أن يكونوا أحرار وسيدنا عمر ابن الخطاب كان يقول متى استعبدتم النساء وقد ولتم أمهتن أحرار وأول بند في ميثاق الأمم المتحدة هي الحرية الشخصية ربنا بهذا المبدأ يكرس عمليا فيقول بأن الأصل في الأشياء الإباحة كل شيء مباح هذا هو الأصل الحرام ما دل النص على حرمته فربنا يقول في كتابه العزيز هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميع يا عباد الله ربكم الرحيم اللطيف الكريم خلق لكم ما في الأرض جميع كل شيء لكم السماوات الأراضين البحار الأشجار الهضاب الكروم الزروع كل شيء لكم الصيد كل شيء لكم قال عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه وقال أيضا ألم يروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة نعم الله ظاهرة وباطنة يعني هناك نعم ظاهرة بينة واضحة نراها يوميا وهناك نعم باطنة إما في أنفسنا وإما في باطن الأرض أو في المستقبل القريب بل ربنا عز وجل قال وآتاكم من كل ما سألتموه وآتاكم من كل ما سألتموه وفي قراءة ثانية وآتاكم من كل ما سألتموه يعني من كل شيء هذا دليل على أن الله تعالى الرحيم اللطيف بالعباد خلقنا من أجل أن نستمتع خلقنا من أجل أن ننعم بهذه النعم الجميلة فكل شيء في الأصل هو مباح إلا ما دل النص على حرمته مثلا لو أن إنسان جاءك وقال لك هذا الأمر حرام قل له أريد دليل لأن الأصل في الأشياء الإباحة من قال هذا حرام اعطيني دليل وينبغي أن يكون الدليل صحيح وأن يكون صريح شرطين أن يكون صحيح إذا كان الصحيح غير صريح غير مقبول وإذا كان صريح غير صحيح غير مقبول فلابد أن يكون الدليل الشرعي صحيح التبوت أو قطعي التبوت وقطعي الدلالة فربنا عز وجل قال بأن الحلال والحرم بينين ولا تقول بأن شيء ربنا سكت عنه وتقول هو حرام لأن هذا ما يسمى بالتنطع كان النبي الكريم يقول هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون من هم المتنطعون هم الذين يحرمون أشياء ربنا أباحها الله جعلها مجسرة للخلق ولكن هناك من حرمها وضيقها فلهذا ربنا ماذا قال قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله وما سكت عنه فهو عفون فاقبلوا من الله عافيته ما سكت عنه هناك أشياء كثيرة مسكوت عنها ربنا لم يتحدث عنها تركها لنا تسمى دائرة الإباحة فاقبلوا من الله عافيته ثم قال وإن الله تعالى لم يكن لي ينسى لا تقول بأن ربنا نسيا علينا أن نستدرك إياك أن تقول هذا الكلام وما كان ربك نسيا لأننا نحن لا نتعامل مع مخلوق ينسى ويستذكر ويستدرك نحن نتعامل مع خالق جل جلاله عالم بكل شيء إن الله فرض فرائض فلا تضيعها وحد حدودا فلا تعتدها وحرم أشياء فلا تقربوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها اتركوها الذي يبحث يبحث عن الحرام هذا من عقاب الله لأن أول ما أدخل النقص على الأمم السابقة أنهم يسألون أنبياءهم ورسلهم عن أشياء بحها الله تعالى فحرمت عليهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا فقم صحبي يدعى الأقرى ابن حابس قال لي رسل الله أنا حج كل عام أنا حج كل عام قال لو قلت نعم لو وجبت اسكتوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوءكم طبعاً هذا الأمر في المعاملات لكن في العبادات احذروا أيها الأحباب هناك خطر العبادات الأصل فيها التوقف لا ينبغي أن نزيد في العبادات إذا زيدنا في العبادات تكون بدعة وكل بدعة ضلالة ربنا فرض علينا الصلاة والصيام والحج والعمرة فرائد واضحة على الأصل أصابع قد يأتي بعض المتدينين ويضيفون طقوس جديدة ويضيفون ترانيم جديدة وهذه الأصل في العبادات التوقف لا نضيف عليها شيئاً والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مرضود عليه قد يأتي بعض طوائف أو يأتي بعض الأسياد أو بعض الصلحاء أو بعض الزوايا أو غيرها يأتون بأشياء جديدة لا نقول احذروا لابد من العلم الشرعي الأشياء التي فرضها الله في الدين تبقى تابتة بالمقابل قد يكون هناك بعض الناس يفرضون أو يحدثون سلوكاً اجتماعياً سلوك اجتماعي لا يقولون هو حلال أو حرام ولا من الدين هذا مباح لأن أحياناً يأتي بعض المتدينين ويحرمون على الناس أشياء بحى الله تعالى مثلاً الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هل هذا سلوك اجتماعي أم دين هل قال أحد من العلماء هذا فرض ودين بل قالوا هذه عادة جميلة نستحضر فيها مولد النبي الكريم ونشمع مع العائلة والأحباب ويطلب من العلماء أن يتحدثوا عن سيرته العطرة وتكون هناك سلوكات زيارات عائلية هذا سلوك اجتماعي لا نقول أنه دين لأن لا نطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم كل محددة من بدعةه وكل بدعة ضلالها هذه ليست محددة الإحداث يكون في أن تحدث عبادة جديدة تقوس جديدة تربطها بالدين وتقول هي من الدين ثم كذلك أيها الأحباب الكرام من قواعد الحلال والحرام أن الحرام حرام والحلال حلل فمن أكبر الكبائر أن الإنسان يحرم ما هو حلال أو يحلل ما هو حرام لأن الحلال حرام بين واضح بالنصوص وإذا كان شيء جديد العلماء كانوا يقفون العلماء الكبار الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام مالك وأبو حنيفة وغيرهم إذا لم يكن عنده الدليل واضح يسكت وإذا لم يستطع أن يجيب يقول هذا الأمر ربما أكرهه أو لا أحبه أو لا يعجبني أو لعله مكروه لا يقول حلال أو حرام أما الذي تجرأ ويصدر الحكم وهو غير صريح هذا يكون قد يتألى يتألى عن الخلق فالعلماء الأجلاء إما أن يكون عندهم الدين قال الله تعالى واضح أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم واضح ما عدا ذلك فالأمر هو يبقى مسكت عنه والناس يختارون ما يشاءون والعلماء الكبار إذا سئلوا يقول أحبه أو لا أحبه أو يقول أكرهه أو لعله مكروه ولا يعطي جوابا فاصلا لأن كل شيء واضح في الدين ثم الحلال قاعدة أخرى أنه ما في الحلال يغني عن الحرام ما في الحلال يغني عن الحرام لأن هناك شبهة يقولها بعض الناس يقولون بأن شرائع الدين فيها أحكام قد تخلق في الإنسان ضيق وتضيق عليه الحياة وتعطيه الحرمان من من يقول أن إذا التزمت بالدين بعد الشباب يقولك أن سألتزم من الآن سأحرم من الحياة سأحرم من العلاقات وأرحم من السياحة وأحرم من كذا وكذا هكذا يعتقد أحرم من الغناء والمعازف وأحرم من كذا ربنا سبحانه وتعالى إذا كان حرم شيئا إلا وجعل له بديل مباح مثلا بعض الشباب قد يقولك أنا أتحفظ عن الشريعة الإسلامية لأنها تضيق العلاقة مع الجنس الآخر شبهة يرددها المستشرقون الإسلام جمع بين المختلفين ألف بين المختلفين وفرق بين المؤتلفين هذه مقولة يرددها المستشرقون الذين يطعنون في الدين الإسلامي في مجال السلوك والعلاقات الاجتماعية كيقولوا الإسلام ألف بين المختلفين وفرق بين المؤتلفين يعني بين الرجل والرجل اختلاف فألف عالم رجولي وبين المرأة والرجل ائتلاف هناك شوق وتجادب حرم أبدا لم يحرم هذا بالعكس هو نظم الإسلام نظم فمثلا الرغبة يسان أراد أن يفسد ربنا قال اكتزوج فانكيحوا ما طاب لكم من النساء متنى وتلاثة وربع قد يقولوا وأنا حتى أكبر أنا أريد الآن شباب أخطب وأنت في سن مبكرة أخطب الفتاة التي تريدها ولو كنت أنت صغير ويصغير وتبقى العلاقة مراسلة إلى أن يأتي الحين للتزاوج ويكون ذلك على سنة الله ورسوله فكل شيء حرمه الله تعالى أعطانا بديله حرم الخنزير وأباح لحوم كثيرة ومتعددة حرم الخمر وأعطانا شراب كثير أنواع الأشربة المباحة لا تعد لتحصى أيضا من الحرام الحلال مثلا الينصيب الينصيب هو أن الناس كلهم يساهمون هذا الأسلوب لو قمنا بشكل آخر مثلا اجتمع مثلا عشر دي من نس وكل واحد أعطى واحد الألف ألف ألف درهم مثلا وجمعناها ما يسمى بدارت وكل مرة كي يأخذوا واحد فينا هذا يسمى مباح هذا تعاون وتضامن ومصلحة لأن المال لا يضيع وإنما نأخذه جميعا كتسمى دارت عندنا نوضع متين ألف درهم اليوم وانت ألف درهم وكل الشهر كي يأخذوا واحد فينا احنا عشرة الناس كتسمى نوع من التأمين التعاوني وأن الحصيرة هي للجميع هذا مباح في حين أن في الينصيب يأخذ واحد ويضيع الآخرون وتربح الشركة وربحا كبيرا مثلا في التأمين لو أن مجموعة من التجار صنعوا صندوق وكل منهم وضع قدرا من المال فإذا وقع إطلاف لبضاعة فلان أو علان نعطيه من الصندوق لكي يستدرك مفاته وقع له حريق أو إطلاف نعطيه من الصندوق هذا يسمى أيضا تعاون تأمين تعاوني طبعا المال يستفيد من الجميع لا تستفيد من فقط الشركة بأرباح مدهلة فيه غرر وقص على ذلك هو أصلا الأحكام كثيرة ينبغي فيها الجهاد ويكون فيها منفع وفي احترام لحقوق الإنسان لا يكون الاغتناء على حساب جهة وتفقير جهات أخرى كثيرة والمبدأ العام قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان قاعدة أخرى في الحلال والحرام أن كل ما أدى إلى حرام فهو حرام كل شيء قد يؤدي بك إلى الحرام رغم أنه مباح إذا كان مباح وأدى بالحرام فهو حرام مثلا النظرة النظرة ما فعلت شيء أنا فقط أنظر رأيت صورة جميلة أنظر إليها رأيت مرأة جميلة أنظر إليها أنا لم أحدث إفسادا في المجتمع أنا لم أقلق راحة أحد أنا حر لكن هذه النظرة قد تعطيك الجرأة وتذهب عند تلك المرأة وتقيم بها علاقة غير شرعية وقد ترفضك وتعود أنت محصورا مهزوما ولهذا ربنا عز وجل قال امسك عنك البصر انظر إلى زوجتك تزوج وانظر كما تشاء إلى زوجتك ونظرتك إلى زوجتك عبادة النظرة إلى الزوجة عبادة وعلاقتك الزوجية مع الزوجة أجر وتواب قال صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسل الله أياتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم إن وضع في حلال أكان عليه وزر فكذلك إن وضع في حلال كان عليه أجر وإن وضع في حرام كان عليه وزر فالرجل إذا نظر إلى زوجته عبادة وإذا جمع في الفراش عنده أجر وتواب عظيم بخلاف النظرة إلى الأجنبية في حرام لأنه قد يؤدي إلى الحرام الخلوة الخلوة عادي إنسان يختلف بمرأة ما في مشكلة لكن قد تفضي إلى الحرام قد تحدثك نفسك أو تحدث الطرف الآخر تحدثه نفسه أو يأتي إبليس ويزين فالخلوة هناك احتمال للجرعة ويقع علاقة فاليدا حرم الله الخلوة ما خال رجل بمرأة إلا كان الشيطان الثالثة هما قيل حرام وقيل مكروه على أن تأمن الفتنة ولكن ما يدري إبليس قد يكون أكثر منك تطورا وقد أخرج أبان آدم من الجنة فهكذا كل ما يؤدي إلى حرام فهو حرام مثلا أن تزرع العنب بغرض أن يسير إلى الخمر إنسان يزرع العنب وعنده علم بأن هذا العنب سوف يسير إلى خمر علي أن يمنع إنسان مثلا عنده شقة شقة يكتريها بألف درهم للليلة تجارة رابحة أمر مباح عندي شقة وأكتريها بألف درهم للليلة لكن تبين بأن الذي يكتريها في شباب يقيمون إفساد أو ضعارة هنا ستصير المال المحصل عليه حرام لأنني أعلم بأنه ماذا يجري في البيت أن تساهمت معهم عليك أن توقف هذا الكراء وهذا الاستثمار وهكذا كل ما أدى إلى حرام فهو حرام قد يقول قائل هذه أحكام شديدة أبدا بالعكس هذا ابتلاء ربنا يبتلين والقاعدة تقول من ترك شيئا عباد لله عوضه الله خيرا في ذلك في دينه ودنيا من ترك شيئا لله في مصلحة لكنه في حرام سأتركه لله لله ليس خوفا من القانون ولا خوفا من كذا ولا كذا وإنما خوفا من الله من ترك شيئا لله عوضه الله تعالى خيرا منه في دينه ودنياه أيضا من قواعد الحلال والحرام أن التحايل على الحرام حرام هناك بعض هذه يقع في بعض المتديينين متديين ويتحايل تسمى الحيل الشرعية كانت عند أبي حنيفة النعمان كان قاضيا وجمع مصنف كبير كيف أن بعض الناس يحتالون في قضايا الطلاق والتعويضات وقضايا كده كده والأكرية يستعمل حيل الغاية هي أنه يأكل ملل آخر الظاهر هو شرعي قد يأتي الرجل باللحية والدنار والسبحة ويتكلم بالقرآن ولكنه يحتال فهذه تسمى تسمى حيل شرعية ووقعت كما ذكرنا في القرآن الكريم يؤصلها في أهل السبت طائفة من بني إسرائيل يصطادون يوم السبت ربنا حرم عليهم الصيد يوم السبت فماذا صنعوا صنعوا بأن يضعون الشباك يوم الجمعة فلما تأتي الحيتان تريد أن تعود تحبس في الشباك فياتون يوم الأحد فيأخذونها جاهزة هذا نوع من الإحسيال وربنا اعتبره حرام وقد عاقبهم بأن مسخهم قرد وخنازير كما في القرآن الكريم مبين أيضا أيها الأحباب الكرام من قواعد الحلال والحرام أن النية الحسنة لا تبرر الحرام إطلاقا قد يقول إنسان فيه نية صادقة لكنه يستعمل أسلوب حرام هذا مرفوض وقد يقول يستعمل أسلوب جيد مشروع لكن نيته فاسدة أيضا مرفوض فلا بد من اقتران النية الصالحة مع الأسلوب المشروع وأن يكون العمل صالح ربنا يقول عن إبراهيم الخليل قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه صالحا بمعنى النية زائد العمل الصالح المقبول وكذلك أيها الأحباب الكرام من قواعد الحلال والحرام علينا أن نعلم بأن الحلل بي والحرام بي لكن بينهما أمور مششبهات لماذا ربنا جعل هذه الشبهة جعلها لأن فيها قضية مهمة وهي قضية الابتلاء فماذا نفعل إزاء الشبهات نضرأ الشبهات نتراجع إلى الوراء لماذا لأن الإنسان إذا تجرأ على الشبهة اليوم غدا سوف يتجرأ على الحرام لذا قال إن الحلل بي وإن الحرام بي وبينهما أمور مششبهات لا يلمنكت من الناس لابد أن تبتعد عنها قاعدة قبل أن نختم أيها الأحباب تقول الحرام حرام على الجميع الحرام حرام على الجميع لا يستثنى لا رئيس ولا مرؤوس ولا جهة مشرفة لا أبدا قانون المساوات ربنا جعل الناس كأسنان المشط كلهم سواء لا نقول هؤلاء الشرفاء وهؤلاء من عامة الناس وهذا رئيس وذاك مرؤوس وهذه فئة محدودة أبدا هذا التمييز مرفوض في الدين الإسلامي وإن كان مقبول لقبله النبي صلى الله عليه وسلم عن ابنته فاطمة فلدة كبده قال يا فاطمة إني لا أغني عنك من الحق شيئا وقال كل من أبطأ بعمله لم يتقدم به نسبه الإسلام يقرر مبدأ المساوات بين الخلق جميعا والناس في سلوكهم وعادتهم يقولون هذا السيد وهذا الشريف وهذا رئيس وهذا مرؤوس وهذا مغرب نافع وهذا مغرب غير نافع وهذه جهة تدفع ضرائب وهذه جهة كسولة لا تنتج هذا مبدأ مرفوض المساوات التامة للجميع لهذا فالحرام حرام على الجميع وكل من غير هو وهم وبطل ونختم أيها الأحباب الكرام بقاعدة مهمة نحن في أمس الحاجة إليها ويأن حكم الله تعالى في الحلال والحرام يبقى تابت وشامل ومضطرد لا يتغير لا يمكن أن نقول نحن الآن في القرن العشرين أو الواحد والعشرين قرن الذرة والمجرة وقرن التطور والاتصالات العلمية والأقمار الإصطناعية كيف تريدون منا أن نطبق شريعة نزلت في عهد الجمل وعهد الخيمة وعهد الصحراء والقافلة كيف تريدون في عهد المكوك الطائر أن نعمل بشريعة كانت في عهد العهود القادمة القديمة جدا هذا مبدأ خاطئ شريعة الرحمن صالحة لكل زمان ومكان لو أن أنتجها بشر نقول البشر هم محاصرين ومقرونين بزمنهم ومكانهم ولكن هذه الشريعة ليس من صنع البشر إنها من صنع خالق البشر الذي خلق الشمس والقمر والنجوم والكواكب وشق المحار والأنهار هو الذي وضع هذه الشريعة فهل تغير القمر؟ هل تغيرت الشمس؟ هل تغيرت بقية الكواكب؟ حتى تتغير هذه الشريعة؟ أبداً هي صالحة لكل زمان ومكان وتابتة وشاملة وأحكامها مضطردة فغير مقبول أن يظهر بعض الفتية أو بعض الشباب المتحمس والجريء ويقول ينبغي أن نغير كده وكده لكن بشرط أن نفهمها بفهم نوراني لا بد أن نفتح باب الاجتهاد ونفهم الشريعة بعقلانية ومبدأها هو جلب المصالح ودرء المفاسد وأنها تجمع ولا تفرق وأنها تبني ولا تهدم وأنها رحمة للعباد وأنها عدل للعباد وأنها نور وبركة وجالبة لرضى الرحمن ما هي النتيجة أيها الأحباب؟ حينما نتعرف عن الحلال والحرام ونطبقه على قدر ما نستطيع فإن الحجاب الذي بيننا وبين ربنا يزول الكثير من الآن متعب المتعابين في الأرض ما أكثرهم والسبب أن الله تعالى لما تجرأ الخلق على شريعته وضع الحجاب بيننا وبينه وإذا وضع الحجاب سلم منك الإمداد قد يعطيك المال لكن مسلوب البركة عندك مال غني ثري لكنك متعب المال صار في حددته ميع ولا هدم هذا يريد أن يسرقك وهذا يريد أن يريتك قبل الأجل والآخر يتهمك بالباطل وقد يكون عندك الجمال ولكنه جمال كله متاعب أنظار وعيون وحسد وغيرها وهكذا إذا وضع الله الحجاب يتعب الإنسان هل معنى هذا أن الحلول الحرام يكون صعبا لابد أن نطبقه مئة في المئة لا الله تعالى يعلم بأننا ضعفاء قد علم أن فيكم ضعفة شرع لنا الاستغفار قد أعلم أن هذا حرام لكن النفس ضعيفة وقد أغلب وأقع في الحرام ربنا من رحمته وضع لنا الاستغفار قال لولا أنكم تدنبون فتستغفرونني لذا هبت بكم وجاءت بقوم آخرين يدنبون فيستغفرونني الرحمن وضع لنا باب الاستغفار للضعفاء من أمثالنا الكوسال من أمثالنا إذا وقع لنا نوع من الحيف أو من الخطأ وارد وارد أن نخطئ ولكن الاستغفار ينبغي أن نداوم عليه لذا قال صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم من فرج ومن كل ديق مخرج ورزقه من حيث لا يحتسب اللهم يا رب العالمين حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعسيان واجعلنا من عبادك الراشدين آمين آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله تشجيعا لنا